نقفز على عودة سالح جمع وخدوا بالكم حاجة يا جماعة بالإشارة لكلمة التكهنات ودايما المصر أنا على المستوى الصحفي أتفاهم كل ده أتفاهم كل هذه التكهنات لأنه الأهلي نادي جماهيري نادي بيبيع نادي بيأثر لعبتوا كلها نجوم الكلام في جزئية أو في منطقة الصفقات والضم والاستغناء منطقة فيها إثارة مقبولة جماهيريا وبتعمل رواج بس هي ليه تكهنات لأنه بالمنطق أي فريق هنا دلوقتي قدام منه على نهاية الموسم مش أقل من 10 أو 12 مباراة اللي باقي في الدوري مع بطولة الكاس طب لو المهندس عادلي قال الأهلي هيسيب فلان وفلان في العشر مطشات دول كسر الدنيا هل فيه مدرب هيسيب لاعب في أفضل حالته والعكس لو فيه استقرار على بقاء لاعب لقدر الله وما قدمش مردود كويس خلال العشر مطشات اللي باقي عشر مطشات مش رقم قليل ده على الأقل تفتكروا هيبقي على واحد فاحنا بنتكلم بدري قوي سواء للمعارين وتقييم موقفهم ما هو المعار برا عنده نفس الفرصة برضه افرد ما قدمش بالنسبة للنادي اللي معار إليه المردود اللي خليه يبكى عليه هيرجعه لك أقول لك حاجة أه يعني أنا في واحد في السعودية متابع اللعبة بتاعيت أه فجأني إن في ناس محاش بجيب سيرة ماشيني زافر هناك أه أحمد الشيخ حسين السيد وعمر بركات قال لك ماشين كويس جدا أه يعني محدش بيديلك عايزين نجيب مرة الأستاذ علي مسعود على الأول حلقة الجاية نجيب على مسعودي يقولينا إيه الموقف بذب آه يلملنا الليلة دي آه وحط الناس في صورة حق خير بإذن الله آه خد بقى من نوعية برضه أخبار التكاهنات المصر اليوم برضه الأهل بيدرس التضحية بباكة لضم الحفيزي يا حفيزي مين ده بقى مدافع مغربي ده صنع العاب وفيه بدر بنون برضه مدافع يعني مش الحفيزي بس هم مرشحين لاتنين دول النادي الآلي نشكر المصر اليوم على حرصه على ترشيح لعب النادي بدر بنون لعب الرجاء البيضاوي المغربي مم والحفيزي طيب صنع العاب برضه عبدالإله الحفيزي ده فيما يخص بقى البطولة أفريقيا للطائرة زي ما قلنا مع الكابتي الرؤوف عبدالقادر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتر محمود الخطيب وجه الدعوة للمهندس خالد عب عزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القهيرة اللي الحياة بيولي النادي الأهلي ومشروعاته اهتمام وتعاون يشكر عليه والمهندس هشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عمر علوان رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية ومحمد سويلة مدير الشباب والرياضة في القاهرة والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصر للكرة الطائرة والدكتور عبد العال مدير أمن القاهرة وسفراء الدول التي يشارك أو تشارك أمدياتها في البطولة الحفلة هيبدأ الساعة ستة مساء غد السلساء ان شاء الله في النادي الأهلي حملة اهتمام بقى الجرائد بأخبار الأهلي في هذا التوقيت جارت الشروق أشرت إلى موضوع مهم لازم نعرف رأيك فيه إكرام يرحل عن الأهلي بعد كاس العالم وقالت أنه البدري بيرفض الاستجابة لطلب مؤمن زكريا البقاء في أهل جدة والخلاصة زي ما بتقول الشروق أنه كابتن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي شايف اعتماد الجهاز الفني على الشناوي فبالتالي بعد كاس العالم ملوش فرصة أنه يشارك مشاركة أساسية فبتقول الشروق أنه بيبحث الانتقال لأحد أنديت الدوري وبتقول على نفس الخط برضه كابتن حسام البدري رفض رغبة مؤمن زكريا المعار لأهل جدة السعودي تمديد إعارته والاستمرار هلاك وأكد لمؤمن حاجته لعودته للفريق بعد نهاية الموسم يا باش مانتس بس كل الأخبار التي أراها تتعلق بضم فلان إعارض فلان رحيل فلان هي في إطار التكهنات طالما نها لم تصدر من مسؤول داخل الأجهزة المعانية وأعني بها لجنة الكرة والجهاز الفني والإداري لكرة القدم فالباقي ده كله توقعات وتكهنات وغالبا بتبقى من أصدقاء مقربين من اللعبين أو من الكلاء أو كده تحريك السوق هتعيي يقول لك الأهل يوم المصطفى فتحي مش عارف إيه يعني يعني الخبر اللي جاي ده المسأ بتقول لك الأهل يمهل مصطفى فتحي 24 ساعة لتحديد موقفه وبتقول للمسأ إنه مؤمن زكريا ونصر ماهر يعودا لنا نهاية الموسى نصر ماهر نجم الأهل الواعد بقوة المعارل ده شيء الوحيد ده متفق عليه ولكابتون حساب البدري أعلم ده تصريح بالضبط يبقى خلاص راجع للآلي لأنه محتاجه آه مؤمن زكريا إعارته لأهل جدة هل هي الإعارة ست شهور فقط بالنسبة للمؤمن أظن إنها أكتر بس بيتحلك الحق إنك ممكن ترجعه لا هو صالح اللي ممكن ترجعه إنه مؤمن أنا عارف إنه ست شهور مؤمن مؤمن فضله سنة وشوية فممكن آه ممكن يبقى ست شهور ست شهور وتم تمديد عقده قبل ما يسافر لا لم يتم لم يتم تمديد عقده مؤمن ويمكن ده السبب إنه هو ربما يأتي لتمديد عقده آه بس المصر